موضوع مهم جدا 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 لكن الأول نرحب بضفتنا الأستاذة مي البدوي نورة الدنيا كلها معيوشة بس يا ست الكل بدون بقى مقدماته وكذا أنا أبقى عارف حالي خلاص ألاقي واحدة تقول لي إيه لأ بنتك دي عنيدة جدا أوما أنا الكلمة ترشأ في دماغي تثبت أوما أنا بتدي أتعامل مع بنتي إن هي عنيدة قد تكون أنت ما تقعش عنيدة قص يعني خلاص عشان أثبت ليه الناس أو أحد من فكرة إنها تكون بترد على حد أو بتاعي منتحدش عشان ما حدش يرجع يكرر الكلمة دي تاني هل الحكاية لأنا لسه إليها دي دلوقتي حقيقية بتحصل مع الأمهات؟ آه طبعا آه إزاي بقى يعني كده فاهمين يا يامن والله هي بتحصل في سناريوهات مختلفة كتير يعني دي طبعا شبه السناريو ده بيحصل طول الوقت برضو من أكتر الحاجات اللي بتحصل لما مثلا الأهل أو الحمى أو يعني يبدأوا بعي علاقوا على الطفل اللي هو لا 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 أنتوا شكلكم ده العينه قوي لا 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 طب إنتوا إزاي سيبينه بيتكلم كده لا طب إنتي ليه مش بتخليه خلص أكله اللي هو تعليقات دايما فيها آآ 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 آ� طبعا اللي انا عايز اقوله ان انا مش هقدر ارمنع الناس ان هي تعلق طبعا فاللي انا اقدر اسيطر عليه هو افكاري وطريقة كلامي وازاي ممكن ارد على موقف شبه ده مثلا ازاي الموقف نفسه هو بيحصل استوعبه ازاي او ان اخلي الموقف ما يستفزنيش ازاي اوكي فبس لازم ابقى عارفة ده علشان لما يحصل موقف بعد كده اعرف اتعمل فيه ايوا بس انا عايزولك الحاجة احنا كامهات مش بنقول ان اصلا للنهاردة لو واحدة صاحبتي جاتتكلمت هي مش كرهاني ومش اقفش علي ومش كرها بنتي وما فيش موضوع هي بتنبهني لحاجة يمكن انا مش واخدة بالي منه اوكي من عم فانا باخد الحتة بتاعت انه ده هم بيحبوني وعايزين مصلحتي وعايزين اولادي او بناتي متربين فبيقولولي خلي بالك ابنك كذا خلي بالك بنتك كذا انا اعرف افرق منين اذا كان الشخص اللي بيقولي بنتك عنيدة ان انا فعلا بنتي عنيدة ولا دي وجهة نظر عامة وبنتي كويسة وتمام ودي وجهة نظر الشخص اللي بيقولي اه اوكي اوكي طيب مبدئيا اللي بيتكلم بيقول من وجهة نظره هو اوكي والافكار اللي عنده والطريقة اللي تربى بيها والتجارب اللي عاشها في حياته يعني ماينفعش برضو اي رأي حد يجي يقولولي على ولادي اللي هم ولادي انا اللي عارفاهم وانا اللي مربيوهم وانا اللي بتعامل معاهم اخد الكلام وانزل واتعامل ان لا دا عنده حق او لا لا دا انا حركز بقى معاه اشوف بيعمل ايه بعد كده لا الاحسن فعلا يكون ابني بيتصرف بالطريقة دي والناس بقى هتقول علي ايه فهم قصدي ايه يعني ماينفعش اخد برضو الكلام اللي بيتقال اه انا عارفا ان ممكن فيه ناس اكيد ممكن تكون عايزة مصلحتي وتكون بتعلق تعليقي ان ممكن يكون يساعدني في تربيتي في ولادي بس ان كل كلمة تتقالي تأثر علي وعلى تربيتي مع ولادي يعني مش هينفع انا مش بقول لكل كلمة بس انا بقول انه يعني مثلا لو انا مثلا امي اللي رحمها عايش قالت لي بنتك بتعمل الحاجة الفلانية خلاص انا مش ممكن حقول ان انا امي عايزة تدوريني ولا عايزة تدور بناتي مفهوش منطق ايه هو بالزبط هي ست شايف حاجة صح انا مش شايفها فانا حبتدي اخد كلامها واكت افون ايوا اوكي خلاص بنت كبيرة بتمدي دي على الصغيرة او الصغيرة بتمدي دي على الكبيرة واحدة فيهم عضوانية فانا حبتدي اخد ان انا بنتي شخصية عضوانية فابتدي اقرس عليها علشان ما تضربش اختها انا عرف بقى منين ايه الخط الرفيع اللي ما بين ان انا وانا بسمع الكلام من ايا كان هو مين قلقت ان دي معلومة صحيحة او سليمة ولا لا زي ما انت حضرتك كنت يسا بتقولي انا وثقف بناتي وولادي ودول تربيتهم وانا عارفة يوم كويس اوكي نتكلم على موقف يعني كأن موقف شبه مثلا اللي انت لسا بتقولي حصل اوكي ان حصل وممتك تقالتلك على حد من بناتك بيتصرف مثلا بطريقة معينة تمام فانتي مبدئيا هتبدأي تشوفي الموقف كان شكله ايه فتعودي مع بنتك وتتكلمي معاها يعني تقولي لها تعالي اقولي لي ايه اللي حصل بالزبط بينك وبين اختك هل تضيقته من بعض هل تخنقتي معاها فحتبدأت تحكي لك مثلا ايوة وهي شدت شعري اصلا هي عملتلي مش عارف ايه هتفهمي ايه اللي حصل اوكي تقيمي الموضوع قبل ما تنطي عليها وتقراري اه اصلا بنت كذا فهمها قصدي او تروحي تروحي تجيبيها وتقولي لها ازاي تتصرفي بالطريقة دي وازاي تتكلمي بالطريقة دي فلازم تشوفي اصلا هي عملت ايه الاول في العادي ولادنا بيتصرفوا تصرفات مش كويسة كتير فالتصرف اللي بيتصرفوه اللي بيبقى سلبي او بيين لي انه سلبي ومش كويس تمام بيبقى شبه الشجرة فوق الارض هو ده اللي بيين بس اصلا الحقيقة ان الشجرة دي بيبقى ليها جزور تحت الارض فالجزور دي هي السبب اللي وراء التصرف اللي هي تصرفته اه بس في اطفال بتكذب عشان تهرب من الحكاية ما هو لو بقى بتكذب ممكن تكون يا خايفة بتتعاقب مثلا كل ما تعمل حاجة مش صح او كل ما تغلط لا انا مش قصدي السبب الكذب انا قاضي انتي واتي بتقول لي اروح كأم افهم وولا ايه اللي حصل مش عفقين ما هو ممكن يكون انها هتكذب عشان خاطر تطلع برا فكرة انه امي قالت لي انها ضربت اختها اعملي سايتها لا ما هي ما هي الفكرة هي لو بتكذب اوكي اصدق بقى الفكرة انها عدوانية ولا هم عايزة اوصل الحتة دي ايوة ما هو انت عشان تصدقي ما ينفعش تاخذي الكلام زي ما تقال اه اه ممكن يكون حصل حاجة بيّنت لها انها فعلا عدوانية بس مش شرط تكون انها عدوانية هو ده اللي انا بحاولة اقولهولك يعني التصرف اللي بيّن انه عدواني من برا وراه وجع او وراه حاجة جواها مدايقاها او احتياج مش بيتلبى ففي الاخر طالع في شكل تصرف سلبي ناحية اختها ناحية حد من صحابها ناحيتك فهمه قصدي ايه؟ يعني مثلاً اللي ولادهم في سن المراهقة اوكي؟ كتير طبعاً في السن ده الولاد بتبدأ ترد على اهلها بتتكلم بطريقة بايخة يقلوا ادابهم في طريقة كلامهم اوكي؟ ده مش معناه ان هما مش متربيين او ان هما فعلاً وحشين اوكي؟ ده معناه ان هو جواه ممكن يكون خايف لغباطة الهرمونات اللي عندهم لغبطاه بيمر بحاجات في المدرسة مش كويسة مثلاً مع صحابه بيديقوه وبيحطوا عليه فبيجي يطلع ده في البيت تفهمة اللي انا بحاولها اشرحولك؟ اه فهمت انه اللي انا شايفها قدامي ممكن يكون لي اسباب اخرى لا تؤدي للي انا شايفها تؤدي لشيء تاني اخر بالزبط يعني ان انا ابني جاي في البيت طول الوقت مثلاً عمال يضرب في اخوه وفجأة بقى عدواني وفجأة بقى بيغلس عليه وفجأة بقى مش لطيف معاه لأ هنا فيه عارفة كأن انذار كده بيقول لي لأ حاولي تفهمي ابنك بيعمل كده ليه ايه اللي ورا اللي هو فيه طيب هل كثرت البني ادمين اللي حواليا اللي بيشاوروا على طفلي بيشاوروا على ابني بيشاوروا على بنتي وكلهم مجتمعين انه فيه خصلة او صفة او طبع معين هل ده دلالة على انه سبعة بيقولوا لي مثلاً ابنك لسانه طويل هل كل ما الرقم العدد يكتر من الناس اللي حواليا بيجمعوا على نفس الصفة في ابني او بنتي ده معناه انه هما صح؟ ده معناه ان انا محتاجة اركز وشوفي ايه يعني بدل فيه ناس كتير بدأت تعلق برضو انا مش عايزة اقولك هما صح او هما غلط لان ما ينفعش ااخد الكلام كده واروح اتعمل على اساسه من غير ما اعمل الانفستجيشن بتاعي عارفة يعني اللي هو لازم فيه بقى تحري عن الموضوع اللي هو ابدأ اشوف ده حقيقي ولا ده مش حقيقي ما ينفعش كده كده اخد الكلام مسلم بي عايزين نتفك عن نقطة زي اوكي لازم افهم اذا كان فعلا ده حقيقي ولا مش حقيقي طب هو بيتصرف كده ليه طب ايه المواقف اللي بتدفعه انه يتصرف كده تمام يعني هقولك هقولك اجزامبل بسيط يعني لطفل ناخد مثال اه مثال بالزبط فيه مثلا طفل كان عدواني جدا جدا اوكي اه وكان بيدرب كل الاطفال وبيغلس على كل وفعلا يعني كان الموضوع وصل لدرجة ان بيمسك الاطفال يدربهم ضرب مش عادي عنف شديد اوكي فلما تحرين عن الموضوع وبدأنا نشوف ايه اللي بيحصل انه وصله للي هو فيه لان الصورة اللي وصلة في الاخر ومامته عملت ايه صدقت اللي بيتقال من المدرسة من الاهالي من الاطفال بدأت هي كمان تحط عليه فلأ ازاي تعمل كده لازم تبقى مؤدب لازم تحترم نفسك اعمل مش عارفة ايه لو عملت كذا حعمل عارفة خلاص هي مددائقة من الصورة اللي شايفها قدامها عايزة تلغيها باي شكل لان في الاخر برضو احنا لما بنشوف اولادنا بيتصرفوا بطريقة سلبية او مش كويسة بتغبط فينا حالو ان انا ام فشلة او انا ام مش كويسة اوكي فالفكرة لما بقى بدأنا نشوف طب اوكي جماعا نفهم طيب الولد بيتصرف كده ليه ايه اللي موصله للمراحل دي العدوانية اوكي لأ طلع ان الولد كان بيتعرض لتنمر رهيب في المدرسة راهيب وهو يعني كان اطول من بقية الولاد في دفعته ومختلف فكانوا بيحطوا عليه طول الوقت بيقولوا له كلام غلس طول الوقت بيشتموه طول الوقت ولا حد حاسس لان ده بيحصل برا وهو ما بيلعبو وهو قاعد جنب حد فيقوموا ايلن له الكلمة يقوم هو طالع من زيرو المية فيقوم ناطت مثلا على واحد من صحابه ضربه وخلاص فالمنظر اللي خارجي اللي باين الولد عنيف الولد مش طبيعي بجد تصرفه معاه احنا خلاص مش عايفين نسيطر عليه في المدرسة بيدرب كل صحابه يروح اي عيد ميلاد بيفرم كل الاطفال بس فيه سبب ورده محدش بقى شايفه الولد حسس بالظلم وحسس بالقهر ومامته اللي هي المفروض تبقى اكتر واحدة قريبة ليه وتحسسه بالامان وتسنده وتبقى ظاهره هي كمان ضده معاهم طيب سؤال الاخير وانتي جاوب يعني قلتلي كده ايه في وسط الكلام اللي أنا كنت قرأة دي بقى حسأله لك أنا كأم أنا بني آدم بالضبط أنا مش ملاك مش المفوضة أن أنا مستقبلها يعني أنا متعلمتش أنه لما تجوز حخلف ولما حخلف حربي ولما حربي العالدي حتكبر فيبعندها سنة مراهقة سن المراهقة فيرده علي فأنا لازم أستحمل والده لما يبقى عنده أسباب خفية أنا المفروض روح أدور ولا أسباب خفية واستحمل الراجل ومديه غيرس في الشغل يعني أنا أصلا ما حدش علمني إن أنا لما حكبر وهتجوز حتبه يعني الوحش لفل الوحش خلاص فأنا كمان مش أدر على زن البني أب مين بنتك كذا ابنك ابنك كذا ابنك كذا ابنك كذا إزاي بقى أسدت بقى الخرم ده هل محد يقول بنتك عارفة وعجبيني آه طب حشوف يعني إيه الحاجات اللي تخلي هقولك حاجتين يا رجل يال أوكي بوسي الموضوع ليه نحيتين تمام أول حاجة إن أنا لازم أحط حدود للناس مش أي حد برضو يقدر يجي يعد يقول لي رأيه في تربيتي ورأيه فيها كأم ورأيه في حياتي ولأ أنت على فكرة مقصرة ولأ أنت مش عاملة اللي عليكي ولأ أنت لازم برضو يبقى عاملة حدود للناس أوكي فلو حد تخطى ده أو بدأ بقى يحط علي بشكل ما لأ يعني لازم برضو اللي هو لأ تمام ولا أنا مرتاحة للي أنا بعمله وأنا عاملة اللي علي وأنا لازم يبقى فيه حتى كده اللي هو يعني يتحط للناس الحدود إن مش أي برضو حد يجي يفضل يقول لي في انتقاضات 24 ساعة هو ده شيء هدام يعني هو ده شيء يدائق أي حد ده أنا لواثك في نفسي مليون في المية وحد يجي يفضل يقول لي لا 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 أنت بجد أنت إزاي كده لا أنت بجد مش مركزة مع ولادك خالص أنت مش عاملة اللي عليكي أنت مش بتروحي وتجي معهم كتير أنت مش متمرمطة كفاية صحيح ما مش حروح أتمرمط عشان أثبت له فلازم أنا أبقى عارفة لو أنا عاملة اللي علي ومرتحي له مليش دعوة بالناس شايفة إزاي لأن كل حد بيقيس الأمومة والتربية بشكل مختلف زي زمان كده ما كانوا شايفين الأم المثالية اللي قاعدة جنب عائلها 24 ساعة في البيت اللي بتسافر ولا بتنزل ولا بتروح ولا بتيجي وقفة في المطبخ بتأكل فيهم وبتطبخ وبس متفرغة مية في المية هي دي الأم المثالية وعلى فكرة واللي بيعملوا كده أمهات عظيمة أنا مش قاعدة أقول عليهم حاجة خالص بالعكس بس الفكرة أن لازم ندي مساحة أن الأم لها صور كتير فكل واحد موافع فأنا بالتالي أخلي الناس يعني لما حدي يقول لي لو أنت أنا عايزة إجابة أيها لو أنا النهاردة قلتلك أنه إيه ده وأنا صاحباتك الأنسيم الباس تريند إيه ده يا بنتي إزاي سايبة دي زاي ده طريقة غير حضرية ما عندوش أصول الاتيكات أنت ترد دي لا تقول لي لي إيه لا أنا أنا مبسوطة كده أنا مرتاحة أنا مزبطة الدنيا أنا مبيني ومبينه بس لا أنا عارفة أنا بعمل إيه فهمة قصدي لازم يتحط حتة أن أنا عارفة أنا بعمل إيه آه ما ينفعش حد يدخل كده ويقولك إيه ده يمكن هي محاسوك زيادة أنت بالنسبالك بتحبي إبنك يعيش حياته في الأكل فهم الفكرة صح حاجة تانية مهمة جدا جدا أوكي ساعات لما بيجي لنا كلام شبه للانتقاد أو التعليقات من الناس اللي حوالينا بزداد في الأمهات عشان إحنا بنبقى بجد مفحوطين وبنعمل اللي علينا ويعني زي ما قلتي كده فلما الكلمة بتيجي تغبط فيا ده ممكن يكون زي علامة إننا في حاجة مأثرة فيا من جوايا من زمان أوكي فالكلمة اللي جات دي حسستني بوجع كأنها خبطت في دم يعني مثلا أوكي واحدة مثلا قالتلي بجد أنت مش مهتمة بابنك خالص ومش بتروحي بتيجي مع التمارين هي شايفة اللي بيحضر التمارين دي الأم الصح وأنا مزبطة الدنيا بس بشكل مختلف فأنا خدتها كده وحزت وبدأت تستفز إيه ده أنا أم فشلة أنا أم مش كويسة أنا مش كفاية اللي بعمله أنا لازم أبذل مجود أكتر ديقتني أثرت فيا قوي عارفة وجعتني تمام بدل وجعت زيادة أو رد فعلي كان مبالغ فيه على تعليق جاي من برا ده معناه إنه ممكن يكون كان ليه علاقة بحاجة ترومة أو حاجة يعني حصلت مشكلة مثلا في حياتي زمان وأنا صغيرة أو طريقة تربيت بيها إن وأنا صغيرة كنت دايما بحس إن أنا مش كويسة وأنا مش عاملة اللي علي أنا محدش شايفني شطرة أنا محدش شايفني عاملة اللي علي في أي حاجة فلما حد جي رمى كلمة شابه دي بتغبط في الحيطة دي بتغبط في الواجعة القديمة فبتدي أتهز فبتدي أطلع ده على أولادي على أولادي بالزبط فهمتك فلازم دايما لما لقي جوايا بغلي فجأة من تعليق تقال لي جاملت أقول طب هو أنا أصطف الزيت بالزيادة ليه طب ليتوا علي كده بالزيت واجعني أوي كده فهمت وأبدأ أبص الورا الورا علشان ما طلعهم مش عليهم قدام بالزبط نورت الدنيا كلها معيوش شكرا شكرا مش عدت يا عزة وبنات يا الحبيبات مبضيش كل حاكده ماشي يال فاصل قصير ودنك عليكم من هي وبس